السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في أولى حلقات برنامج القورة والفلوس بإذن الله هنكون معاكم كل يوم أحد من 11 ل12 مساء والإعادة من 8 لتسعة صباح الإسنان الحلقة هتكون عبارة عن عدة فقرات الفقرة الأولى هي رسالة موجهة لأحد داخل الوسط الرياضي قد يكون الرسالة موجهة للعب أو مدرب أو مسؤول أو إعلامي الفقرة الثانية هتكون أبرز وأهم عنوين الأخبار الفقرة الثالثة هيكون معانا فقرة رئيسية هيكون معانا ضيف يعني هيبقى معانا حوار هننقش في الأحداث الساخنة على الساحة الرياضية أو هيكون معانا ملف أو قضية يعني هيكون معانا عدد من الضيوف هنفتح القضية بمصداقية وبشفافية ونحاول نبحث عن حلول ودايما الوسط الرياضي يعاني كثيرا من القضايا التي تعاني من التجاهل هنركز عليها وهنفتحها وإن شاء الله نحاول نناقشها بحيادية تم الكرة والفلوس برنامج على مسافة واحدة من الجميع هيكون برنامج الكرة والفلوس على مسافة واحدة من الجميع عندنا أيضا في كل حلقة مسابقة رياضية برعاية محلات بيت العبور العالمي المسابقة عبارة عن سؤال بيتم نشره على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك الكرة والفلوس أو على صفحة علاء أبو الحاج هيتم تجميع الأسئلة الأوباء الصحيحة ومن خلال ضيفنا الكريم هيتم اختيار الفائس الفائس معانا هيكون بجايزة تيشيرت والتيشيرت ده يقيم أهلي أو زمالك أو منتخب مصر أو لنجمنا المحبوب محمد صراحة حسب اختيار الفائس مش بس كده الفائس معانا كمان هيطلع معانا في آخر عشر دقايق هنقشوا ونعرف أراءه عايزين نعرف أراء الجماهير إيه عايزين نعرف أراءهم في الأحداث اللي موجودة على السحر الرياضية إيه فأيضا يدخل معانا مع نجمنا اللي هيكون معانا ضيف وأيضا يدخل في الحوار سؤال الحلقة على الشاشة أمام حضراتكم من هو اللاعب الذي توجه بالقرة الزهبية عام 1983 في إفريقيا سؤال أول حلقة من البرنامج من هو اللاعب الذي توجه بالقرة الزهبية عام 1983 في إفريقيا طبعا سؤال سهل جدا سطورة من أساطير القرة المصرية مع شوق الجماهير بشكل ما عليه كتير لأنكم أكيد عرفتوه هنروح لأول فقرة في البرنامج أول فقرة في البرنامج وهي فقرة الرسالة ورسالت اليوم بدون تردد أو تفكير أو اختيارات كانت لازم تكون شخص عزيز جدا عليها عشرة عمر طويلة هتستمر إلى نهاية العمر بإذن الله تعالى وهو الأخ والصديق والأستاذ والإعلامي الكبير أحمد سعيد أحمد سعيد أولا بقولك شكرا على اختيارك لإسمي البرنامج ثانيا بقولك شكرا بالنيابة عن نفسي وعن عشرات الصحفيين أحمد سعيد دائما كان مساندا وداعما لعشرات من الصحفيين لتحقيق حلمهم الأكبر والأعظم وهو الانضمام لنقابة الصحفيين أعرق النقابات في مصر وكل صحفي يعلم ما معنى وقيمة الانضمام لنقابة الصحفيين أحمد سعيد بنقولك شكرا بالنيابة عن نفسي وعن عشرات الصحفيين لأنك أدخلت البهجة والسعادة والسرور علينا وعلى بيوتنا وعلى أهالينا لأنك وضعتنا على الطريق السليم طريق الاستقرار طريق النجاح طريق تحقيق أهدافنا وطموحاتنا وأحلامنا أحمد سعيد برنامج الكورة والفلوس بيقولك شكرا في أول حلقات البرنامج وإهداء بسيط مننا كده وصغير لإعلامي كبير وأخ عزيز علينا أحمد سعيد نشوف أحمد سعيد شكرا على كل مواقفك ورجلتك وأخلاقك ومبدأك وشهامتك أحمد سعيد إلى أن نلطقي قريبا بإذن الله تعالى هترجع تنور شاشتك تنور مكانك هترجع لمحبيك وجماهيرك في كل مكان أحمد سعيد العاشق لطراب الوطن والعاشق للنادي الأهلي قريبا سنلطقي بإذن الله تعالى من ثلاث أسابيع تقريبا رحل عن دنيانا أحد رموز الرياضة المصرية وكرة الطائرة كان لازم وأنا في أول حلقة أتكلم عنه كان صديق شخصي كنسبالي وصديق لكل الصحفيين والكل أجمع على حبه الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته كابتن عزمي مجاهد كان راجل جدع وشه أصيل يحب وطنه ويعشقه كابتن عزمي رحل عن دنيانا ولكن ترك لنا سيرة عطرة ترك لنا محبة وترك لنا فراغ كبير كابتن عزمي إلى النرقاق في جنة الخلد بإذن الله تعالى القرى والفلوس كابتن عزمي مجاهد ودعم رحمة الله عليك يا كابتن عزمي وأسكنك الله فسيح شنت كابتن عزمي مجاهد كان محبا لنا جميعا وخدوما لجميع الصحفيين وأنا اتعاملت معاه بشكل شخصي كثيرا عمره متأخر عن أي صحفي في أي خدمة لذلك جميع الصحفيين يشعرون بحالة من الزعل الشديدة جدا نعم هو فراغ لكن فراغ صعب علينا جدا جدا أنا شخصيا بقالي سنة تقريبا ما روحتش اتحاد الكرة من ساعة ما كابتن عزمي مجاهد ترك الإعلام في اتحاد الكرة كان مسؤولا على الإعلام كان محسسنا نوابتنا لكن من ساعة ما ترك اتحاد الكرة أنا واحد من الناس ما روحتش اتحاد الكرة كابتن عزمي مجاهد وهتعدي وهترجعنا بألف ألف مليون سلامة فاصل ونعود أهلا بكم عدنا معكم معنا ضيف عزيز وصديق علي ناقد الرياضي عشرة عمري بينه وبينه معنا الأستاذ فريد الصنباتي الناقد الرياضي فريد مرحبني مرحب وأنا سعيد بوجودك معي في أول حلقة والله أنا أسعد يا عوز علاء وألف ألف مبروك ببارك لك على البرنامج أنت وكل الجروب وإن شاء الله تقدم حاجة مختلفة وحاجة مميزة زي ما عودتنا دايما بأراءك الحيادية والجريئة نقدم حاجة للمتابع الرياضي في الشارع الرياضي المصري بكل حيادية وكل موضوعية نقدر نناقش القضايا ومش نناقشها بس إن شاء الله نضع الحلول مع كل ضيوفنا ونجمنا اللي هيكونوا معاك إن شاء الله في الحلقات القادمة بنتمنى لك التوفيق وبنبرك لك مرة تانية إن شاء الله طبعا أنا عايز ننوح بس إن كان ضيفنا النهاردة في أول حلقة الكابتن محمودة والدهب نجمي النادي الأهل ومنتخب مصر لكن للأسف واضح إن فيه مشكلة على طريق هو جاي لسه قافل معايا من شوية فمش عارف في حدث أو إيه فيعني نتعذر وصوله حتى الآن فيعني نتمنى إن شاء الله إن هو يلحقنا ويدخل يكمل معنا باقي الحلقة لكن طبعا أستاذ فريد صنباطي يعني ناقض راديو كبير وعزيز عليها جدا يا فريد طبعا انت شفت بنفسك أحداث سخن أول نهاردة مع أول حلقة نهاردة برنامج الكرة والفروس دينا مولعة يعني مجزرة في الدولة الإنجليزية ونتائج المتحدث من قبل الليفربول نهاردة بيتغلب سبعة اتنين من إستنفر حاجة مش يعني مش قريلة أيضا المان يونيتد ستة واحد يعني إيه اللي بيحصل في الدولة الإنجليزة هنتكلم عليه بس أنا يعني عندي حاجة مهمة قوي قبل ده برضو بتهم الشأن المصري لجنة الأنبياء قررت منذ قليل إقاف رئيس نادي الزمالك أربع سنوات من زوالة النشاط الرئياضي وألزمت الإدارة على الدعوة على جمعية عمومية الانتخاب رئيس جديد شايف قرار ده يعني مصيره إيه على نادي الزمالك وإيه اللي ممكن يحصل خلال فترة لك خلينا ناخد من كلامك بتقول ألزمت الجماعة العمومية لنادي الزمالك بإجراء انتخابات مبكرة هل مرتضى منصور أتى من وحي الخيال ولا جه بالتعين الجماعة العمومية اللي انتخبت مرتضى منصور هي المعنية بانتخاب رئيس آخر لنادي الزمالك أعتقد أن اللجنة الأولمبية عليها أنها تجنب الخلافات الخاصة بينها وبين مرتضى منصور كشخص جانبا بعيدا عن نادي الزمالك لأن إذا كانت حتحترم حق الجماعة العمومية في الانتخاب فمرتضى منصور جاء أيضا بالانتخاب من الجماعة العمومية اللي بناديه أنها تنتخب مرة أخرى فهو القرار اتخذ بناءا على شكاوة مقدمة من رئيس النادي الأهل الكابتن محمود الخطيب وشبكاوة عديدة من عدة يعني من أشخاص أخرين وبالتالي اللجنة الأولمبية اتخذت القرار بناءا على هذه الشكاوة أنا متفاهم الموقف ولكن كان يجب تأجيل الأمر تماما في التوقيت ده لأن نادي الأهل ونادي الزمالك مقبلين على مباريات صعبة جدا مباريات مصرية توفظ فعلا تكون صعبة يعني من شأنها أنها ترفع أو تضرب الكرة المصرية إذا كنت بتتحدث عن منتخب قوي فلا منتخب قوي بدون الأهل والزمالك الأهل والزمالك عندهم مواطرك إفريقي مع الأندية المغربية اللي بتستعد بكل أريحية اللي بتحدي الكرة بتاعها والمسؤولين بيوفروا لها كل سبل الراحة من أجل الاستعداد لأنهم معرفين أهمية وقيمة وحج مواجهة الأهل والزمالك فعلشان كده على عكس ما يحدث في مصر شايف أن فيه لأ فيه بعض المنواشات اللي بتحصل هدف أن هي تعرقل نادي الزمالك هل الزمالك ممكن يستعد خلينا نتكلم قانونيا يعني لجنة المنوبية هي محطة بيارد في مصر خانونيا على باطل فهو باطل خاصة أن مرتضى منصور عدوا لمجلس النواب وعدوا مجلس النواب لديها حصانة قانونية المجلس النواب انتهى يعني خلاص دورته انتهى لم ينتهي رسميا هو من قبل حصل على على باطلان لخرارات ممثلة من اللجنة الأولمبية إذن أنا شايف أن الموضوع بيصار في وقت غير مناسب تتكلم عن التوقيت لكن إحنا بتقول أن نادي الزمالك هيتعامل بشكل قانوني هيتقدم مثلا استقنافنا على القرار هنشوف إيه هيدور هو في تسرحات خرجت بالفعل من المستشار مرتضى قال لكن ولا الإقاف أربع أيام حتى لكن أنت بالفعل أنت بتضر بنادي الزمالك بعيدا عن شخص المستشار مرتضى منصور اللي هو رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك اللي بتعقد مع مدير فن جديد لسه خاد مباراة واحدة مع الفريق بيبدأ يفتح ملف تجديد اللاعبين الزمالك لم ينتهي من أزمة فرجان السياسي دخل في أزمة المستشار مرتضى ويقاف المستشار مرتضى وكأن هناك شيء ما في الخفاء كان المفروض في تحقيق مدعو إليه رئيس نادي الزمالك في اللجنة الأممبية لكن هو لم يذهب إلى هذا التحقيق وبالتالي اللجنة الأممبية اتخذت قرار جنائا ربما يحدث في الأمور أمور مستقبلا هنتابع وهنشوف خلال أيام المجبرة إيه إيه اللي هيحصل طبعا أكيد شفت بقى مبارات الأهلي منذ قليل انتهت الأهلي يتفوق على المقولون العرب بهذا النظيف عن طريق عمر السورية ضربة الجزاء نهاردة بس أنا عايز أتكلم عن جهات جريشة الحكم الدولي لأول مرة يستخدم الفار بشكل صحيح يعني ضربة الجزاء الأهلي رجع لها عن طريق الفار وتأكد انها الكرة الكهرباء وتأكد انها ضرب الجزاء صحيحة وبالتالي بالفعل استحتسب ضربة الجزاء وعمر السورية استطاع ان يسجل منها هدف في الشروط التاني تم احتسب ضربة الجزاء للمقولون العرب لكن قدما رجع للفار أيضا فأنا كانت غير صحيحة ولم يحتسبها فكرة هنا أنا عايز أقول لك ان الفار المفروض ان هو مساعد للألعاب اللي زي دي عليها جدا بصرف النظر عن مباراة اليوم الفار عندنا بيسبب مشكلة في الدولة المصرية لحد تلقين ايه سبب؟ خلينا نقول ان اولا هو يحسب للجنة الخماسية تطبيق تقنية الفار في الملاعب المصرية في الدور التاني وده يمكن كانوا قعد بيه مجالس كتيرة جدا والمجلس السابق فهم كانوا مضغوطين وامام تحدي كبير لكن المشكلة عندك ان العدد الحكام محدودين وفترة قياسية لم يحصلوا على الوقت الكافي للتدريب على تقنية الفار ويمكن شوفنا ده حصل في الدوليات الأوروبية وفي الملاعب الإنجليزية مع البداية البداية دايما بيكون حمى البدايات في تطبيق تقنية الفار ما بيكونش على الشكل المطلوب لكن نأمل ان شاء الله بإذن الله ان احنا نستخدم الفار بشكل صحيح وزي ما حضرتك قلت جهات جريشة النهاردة استخدموا بشكل جيد ان شاء الله نأمل ان تكون بداية جيدة ان شاء الله لما هو قادم للحكام المصريين وللجنة الحكام انها تحصد الاختيار في إدارة المباريات هتهبط واند ايه هتبقى خلينا نقول على الاهلي ظهور جيد لموسيماني اللي بيلعب بشكل كبير جدا على مشاعر جماهير النادي الاهلي وشكل ان هو رأيك ايه في تعاقد الاهلي في سابقة تاريخية من نوحة مع مدرب افريكي والله يعني انا عايز بس يعني اخدها من الجزئي دي الاول رأيك ايه في حد في الجزئية ان الاهلي يتعاقد لأول مرة مع مدرب افريكي دايما الاهل وزي مالك يعني المدارسة الاوروبية لكن اول مرة افريكيا خلينا نقول ان هو ريسك مخاطرة كبيرة جدا على النادي الاهلي تعاقد مع مدير فني من جنوب افريكيا اي نعم قاد ساندوينز للفوز مرة وحيدة بدور الابطال اي نعم حصد العديد من البطولات الدوري في جنوب افريكيا وخبرة كبيرة وعنده تاريخ موسيفي المختار خلينا نقول ضغوطات الاهلي تختلف كثيرا عن ساندوينز ما مولي دي ساندوينز او اللعبة كرة القدم في جنوب افريكيا اللعبة رقم ثلاثة هناك في مصر اللعبة الشعبية الاولى لكن هو استطاع هو استطاع ان يجعل من فريق ساندوينز في مرعب في القارة ايه كاية يعني خلينا نعترف من 7-8 سنوات ما كانش في ساندوينز الراجل يعني عمل فريق وعمل لعيبة واداء وكسب بطولات فاصبح احنا ما بنختلفش عليه احنا لسه بنقول ان الضغوطات في الاهلي والزمالك الكرة في مصر غير الكرة في ساندوينز غير في جنوب افريقيا انا بقول هي مخاطرة قد تحسب لمبلس ادارة النادي الاهلي في حال نجاح مسيماني مع الفريق خليني الاول خليني الاول اخد معانا نجم النجوم كابتن مصر العظيم الخلوق كابتن احمد ناجي مدرب حراس سموحة والمنتخب المصري وكل الانجازات تقريبا سواء في الاهلي او منتخب مصر كانت مع نجمنا المحبوب كابتن احمد ناجي يا مسائل انوار يا كابتن احمد مساء الخير علاقه مبروك على البرنامج وان شاء الله اللي جاي يكون اصل بإذن الله كابتن مصر ان شاء الله بكرة سموحة والزمالك في دور الستاشر حضرتك استعداد سموحة ايه للمباراة خصوصا خاصة ان مباراة الكاس دائما يعني بتشهد مفاجئات يعني احنا من 3-4 مباريات في اداء الفريق في منحنة كويس جدا والنتايج كمان كانت كويسة احنا في اسمعالية من من 3 يام من قبل مباراة الاسمعيل بيوم وكملنا المعذكر عشان مباراة الزمالك وكلنا الحمد لله امل بإذن الله ان شاء الله نعني مباراة كويسة ونتيجة كويسة كابتل مصر يعني اكيد طبعا حضاك متابع معنا حضاك نجم النادي الاهلي يعني نجم كبير واسطورة من قصطير القرى المصرية عايز اخد رأي حضاك في تعاقد النادي الاهلي مع موسيميني يعني في صابقة تاريخية الاهلي يتعاقد مع مدير فني من افريقيا رأي حضرتك ايه يا طبعا من واقص مبير في افريقيا وجنوب افريقيا بلد يعني متحضرة جدا وفي قلة القدم وانا كنا من نفسين بيها وهي خادث التنظيم وعمل الكاس عالم رائع عندها في طلعنا من دولة 16 في البطولة الابريسية في مصر يعني كرة القدم في جنوب افريقيا كرة متقدمة وعندهم لعيبة محترفة في كل مكان في العالم وفي ستو بسمعني من الناس اللي عندها افكار كويسة واحنا لما كان بالطبع في ان احنا بلنقابله او بلعبه في المباريات بلنعمل حسابه جدا وبنعمل حساب دماغه الكويسة فده انا شايف انه يعني يعني تعاقب جيد مع حد المرحلة دي بشكل سريع عشان البطولة الافريقية حافظ كل الفراء في افريقيا نناله التوجيه ونتمنى الناجل ان شاء الله انه هو مع الاجاتف اللي وجابه عشان كابتن مصر معانا الاستاذ فريد النصباطي الناقض الرياضي عايز يشارك معانا في الحوار وعنده شئ كابتن احمد ازاي حضرتك ازاي حضرتك الله يخليه يعني مباراة الزمالك واسموها دائما ما بتشهد ندية بين الفرئتين ورابها المباراة الماضية نجحتوا ان انتوا تعودوا بتعادل مهم جدا امام الزمالك كلبنا بقى عن دورك مع كابتن هانس لما في احراسة المرمو ولو المباراة ذهبت الى ضربات الجزاء الترجحية يعني طبيعي المباراة كاسئة بسي احتمالات استراتيجية ضربات الجزاء الترجحية فطبعا من شغل من الناحية النفسية الموضوع ده بفريق كله يعني كابتن الثالي والمساعدين كلنا سوف اهو مبارح على المباراة ويعني التحليل الفني والاجاهل اللاعب في الزمالك والمباراة السابقة بتاعة نادي الزمالك استغلنا الحمد لله بشكل كويس والاتمنى يقول لي مرضود في يوم المباراة ان شاء الله وهي المباراة طبعا مع طريق كبير نادي الزمالك في الأدبيلة عندهم مدرب رائع جدا بسبتشيكو وانا عرفه معرفة شخصية يعني ومنظم من ناحية الدفاعية وعنده أبطال كويتة اتمنى ان شاء الله نحن كمان نشتغل الشغل بتاعنا ان شاء الله يبقى يجد مرضود كويت بإذن الله كابتل مصر حضرتك طبعا يعني أسبوع أو عشرة يام بكتير الأهل والزمالك عندهم موقعتين يعني من العيارة الصقيد مع الوداد والرجاء في دور الأبطال توقعات حضرتك ايه في ظل الظروف اللي بيعاني منها الأهل والزمالك حاليا بعد تغيير الأجهزة الفنية كابتن مصر يعني كان فيه تصريح كده طبعا لكابتن حسام البدري عن مصطفى محمد وماروان محسن فأنا اسمح لي يعني حضرتك أنا بالنسبة لمصطفى محمد لو حضرتك عايز توجد له السالة ممكن تقول له إيه لا لا الكابتن حسام أنا أعتاهم قده كويت كابتن حسام طول عبرة أنا شغلت مع الكابتن حسام بـ 22 سنة وعارف إزاي هو بيستنفر للعيبة وبيستنفر ثقاتهم والكلامه كان واضح جدا أنه عايز اللعيب يطلع أحسن حاجة عنده لكن هو مصطفى محمد هو يعني أحسن فروت في مصر دلوقت دل مش ما قولي بكابتن حسام هيكون أصد أنه هو يقلل منه يعني لكن اللي أنا كفيمت أنا عشان أنا شغال مع الكابتن حسام فترة طويلة أنه هو بيحفزه بيحمسه عشان هو محتاجه جدا للفترة اللي جاي الكابتن مصر اسمح لي يعني طبعا دايما يعني الكابتن أحمد ناجي بيمتعنا بأشعاره وقبياته الجميلة هل ممكن نسمح حاجة من حضرتك كده يعني وقال العظيم أنا عايز أقولك حاجة يعني الفترة اللي فترة دي يعني الواحد بيحاش الفرينلا كيف شك كل ما كل يومينه براء فتباحني بس عشان أنا يعني مخالق من اجتماع ورايحة يعني اجتماع لكن طبعا الاحترامي ليك واحترامي للبرنامبك أنا بس أستمحي بس من حضرتك فتباحني براءات الباية هنقول لها شعرتك جيد إن شاء الله شكرا كابتن مصر يعني أنا سعيد جدا النهاردة بدخول حضرتك ونتملككم التوفيق بكرة إن شاء الله أمام الزمالك شكرا جدا كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة والمنتخب والأهل وتاريخ عظيم وكبير جدا يعني كابتن أحمد من مميزاته ومش بس داخل الملعب أو في العمل لا خارج الملعب خروج جدا محترم جدا محبوب من الجميع شكرا جدا جدا يا كابتن مصر أستاذ فريد نرجع كنا بنتكلم عن الزمالك وسموحة الزمالك وسموحة غدا في مبارات دور 16 حتى توقع بأدامي في مفاجآت في المباريات خاصة كمان الزمالك في الفترة الأخيرة أو الأهلي في حالة تزبزب شوية في المستوى بعد رحيل فيلر وكارتون فهل ممكن يحصل حاجة بكرة حنشوف بكرة مباراة فنية عالية جدا لأن باتشيكو مدرب رائع عنده تاكتك عنده فاق عنده فكر ويمكن كابتن أحمد ناجي أشاد بيم شوية باتشيكو أنا حضرته عن قرب في الولاية الأولى لما كان مع نادي الزمالك على عكس الناس ما يفهم أنه هو بيلعب بتحافظ دفاع لا باتشيكو بيلعب بنظرية الدفاع الحديدي مع الهجمات المرتدة فلا كابتن أحمد سامي برضو عمل جيم رائع مع نادي الزمالك ونجح نواة عدل بعد يقلب تأخره ومدير فن من المدرين بين المميزين جدا كابتن أحمد سامي عنده خراءة جيدة للمباراة نادي الزمالك الكاس دي بطلط المفضلة في آخر ست سنوات سموحة خسر نهائي منهم في ملعب برج العرب أمام الأسكندرية دايما بقى التحبيش بتاعت المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الدارة السموحة والمتشر المرتضى بيزيدوا التوابل بتاعت كرة القدم بتحس إن فيه مباراة تانية ومبارزة تانية ما بينهم في المدرجات والتصرحات لا حنشوف مباراة كويسة جدا وإن كنت أتمنى طبعا الفوز إن شاء الله بإذن الله لنادي الزمالك وللعب أحسن في مباراة القدم خلينا أقولك إن سموحة صعد للدول الستاشر في مباراة أنا حضرتها من الأستاذ الإسكندرية مع العبور كانت مباراة رائعة جدا العبور قد مستوى في دول الاتنين وثلاثين كان يعني أكثر من رائع أحرج سموحة وأحرج حسام حسن بدرجة إن كابتن حسام حسن راح لكابتن متحة أنديل وكابتن علي بحر مدير الفني والمدرب العام لفريق العبور بعد المباراة وشكرهم على المستوى شفنا الترسانة يعني قدامي الأهلي عمل مطش هايل جدا جدا لدرجة إن في ناس بتقول لي إزاي الترسانة بيلعب درجة تانية بهذا الأداء فهل باتشيكو جاهز باللعيبة يعني خصونا جاهز لللعيبة المباراة لخصونا يعني دوري طبعا يتحسم للأهلي فالكاس مهم جدا متفق معك تماما الكاس مش في مصر بس فيه مفاكات في العالم كله يمكن ليفربول هزم أرسنال ثلاثة في الدوري بعدها بيومين اتنين بالضبط خرج على يد أرسنال نفس الفريق اللي فاز عليه ثلاثة خرج على يد أرسنال بضربات الجزاء من كأس الرابطة للاتحاد الإنجليزي الزمالك خرج على يد أندية مغمورة من قبله والأهلي كذلك لكن خلينا نرجع لباتشيكو باتشيكو مدير فن بيحضر كويس جدا لا عارف لعيبة الزمالك ويمكن في أول اجتماع قال لهم قال لهم أنا شفت اللعيبة وعارف اللعيبة عشان كده أنا جيت عشان شخصية لعيبة نادية الزمالك الموجودة وقال إن احنا مش بنحضر زمالك في قريب كبير زيه زي الأهلي يعني كود باير الكرة المصرية وإفريقيا والوطن العربي أي مدير فني وأي مدير بيتمنى يكون زمالك أو يكون نادية بالطبع على فكرة إن باتشيكو يعني شفنا المباراة الماضية أمام المصري ممكن باتشيكو ظهرت بصماته على الفريق بشكل واضح ظهر كل الأقيف في الملعب بيقدر دور الدفاع على أكمل وجه حزم إمام اللي يمكن كان على طول بيبقى طاير وممكن يكون فيه صغرة وراء للمنافسين كان قافل بشكل جيد جدا أشرف بن شارق لا نشوف إن شاء الله إذا مالك واسموها تكون مباراة أكثر مرائعة في كاسم مصر وكرة القدم صنعت من أجل المتعة ومن أجل استمتاع الجماهير ولاست من أجل شيء آخر فهدفنا إن احنا نشوف كرة كويسة نشوف مباراة ممتعة نادي الزمالك معروف بكلاسكات الكرة المصرية واسموها أصبح ند وزي ما أنت وقلت بتشهد مباراتهم دايما صراع وتنافس ونديها كبيرة على أرضية الملعب لا إن شاء الله نتمنى نشوف مباراة طليق باسم نادي الزمالك بطل الكأس وبطل كأس الصبر الإفريقي وبطل كأس مصر وحتكون بروفها أخيرة وبروفها مهمة قبل مواجهة الرجاء المغربي خلينا أقولك إن الزمالك عنده يعني حتى مقابلة مواجهة الرجاء عنده الاتنين المجبل طبعا اللي هو غدا مع اسموها في دور الستاشر خميس 8 أكتوبر الزمالك ووادي ديجلة في الدوري الاتنين 12 أكتوبر الزمالك وحرص الحدود في الدوري الأحد 18 أكتوبر يعني يوم حلقة 8 إن شاء الله هيكون مع الرجاء والزمالك في الرجاء مواجهة الذهاب دوري الأبطال وهيكون السابت 24 أكتوبر العودة مش شايف إن فيه ضغط مواجهات كده قبل ماتش يعني قبل ماتش الرجاء يعني الزمالك عنده ودي ديجلة وعنده حرص الحدود ثم هيطير على المغرب قبلها 4 ايام أو 5 ايام اسمح لي أحييك صديق علاء على الطرح الرائع للموقف ده أعتقد إن لجلة الخماسية في مصر خانها التوفيق أو مش هنقول عن عامدة ولكن هي قلة خبرة سواء من ما احترامنا لأستاذ حسام الزناتي أو المسؤولين عن الرياضة المصرية هي قلة خبرة إنك إنت بتضع فريق في مواجهة قرية في مأزق صعب يعني من الصعب جدا ضغط الدور عندنا اتحسم يعني الأهل بطل الدوري وعندنا دور الأبطال الأهل والزمالك يعني بيمسروا مصر وفوز أي منهم بالبطولة فوز لمصر اتحسم أعتقد الزمالك لو لعب بالفريق الثاني أو بالناشئين حيظلم باقة الأندية لأن دجلة والحرس بيصاروا على ربوط في موفسة حيظلم فراء تانية فإذا انت هنا ميزان العدالة عند اللاجنة الخماسية اختل بوضع الجدول بهذا الشكل ما ممكن الزمالك يروح يلعب بالفريق الثاني مطاعم بالناشئين ويلعب المناشئين لكن الزمالك عنده منافسة على المركز الثاني برضا ما عنده منافسة لكن الأهمية والأولوية فيه ما هو عندنا لو الزمالك دور بدور الأبطال مش هيحتاج للمركز التاني ولا للمركز التالي سي حيشارك في دور الأبطال فانت بتحط الزمالك في مأزق صعب جدا وبتضع الجهاز الفني في موقف لا يحسن عليه يعني أنا شايف انت كان على اللاجنة الخماسية على الأقل ما تأجل مطش ودي دجلة وحرس الحدود في الدوري يعني كنا نكتفي بمطش سموحة ونأجل مباراتين أو حتى ننعب دجلة ونأجل حرس يعني لو أجلنا الحرس هيبقى دينا مساحة للزمالك 8 يام أو 10 يام سافر براحته ويستعده زي ما حضرتك قلت يعني الزمالك حيسافر والأهل حيسافر المباراة ليست في القاهرة يعني مش هيخلص المباراة ويخش اللعبة تريح أو لا أنا شايف ان زي ما قلت هيئلة خبرة تعال بقى انظر للجانب المغربي جانب المغربي كل المعلومات الوردة من هناك المدير الفني المنتخب الأساسيين للمنتخب على عكس استدعى أشرب بن شر لعب نادي الزمال الاتحادي المغريب الكرة القدم طلب تأجيل المباراة بسبب عدة يعني هناك الاتحادي بايش تقولي أنه بيساعد الفرق بيساعد الفرق وبيحاول يوفر لهم كل صبل من أجل هذه المواجهة المصري احنا بنقولي ان اتحادي الكرة واللجنة الخمسة مش في خصومة أو في أند مع نادي الزمالك ومن نادي الأهلي ولكن زي ما أقول هي مش عايزين ندخل حتة التعمد أو لا أنا بقولي أنها قلة خبرة أو عدم وعي ودراية بأهمية المباريات للأهلي والزمالك خلينا أقولك برضو أن الأهلي عنده الأربعاء سبع أكتوبر الأهلي وإمبي في الدوري وعنده بيراميز 11 أكتوبر السبت الوداد مع الأهلي في الوداد في المغرب ثم العودة الجمعة 23 أكتوبر هنا في مسكول المباريات الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر نتمنى للأهلي وبنتمنى للزمالك لهم يعني يوصلوا لنهاي البطولة أي منهم يفوز الأهلي أو الزمالك فهو فريق نصري كلنا هنبقى سعداء بفوزه سعداء بتتويجه لأن الكرة المصرية تحتاج فرحة وإن شاء الله تتحقق خلال الفترة المجبرة عايز أرجع معك لتصريح كنا نتكلف به مع الكابتن أحمد ناجي طب قبل ما ندخل بقى في التصريح ده معايا الكابتن الخلوك يعني يقول ايه العصفور عصفور كناريا من الكورى المصرية كنا نسمينه كده لأنه هو لعيب من الطراز الفريد داخل الملعب وخارج الملعب خارج الملعب بإخلاقه واحترامه داخل الملعب وعهرته وأهدافه نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن طارق السيد يا مساء الأنوار إن شاء الله خير وعليه أخبارك ودايما موافع إن شاء الله ألف مبروك على الجرنان شكراك كابتن مصر معانا الأستاذ فريد الصنباطي ناقد الرياضي كابتن طارق إزاي حضرتك الله يخليك كابتن وحيش نجد كابتن طارق إزاي بلك بكرة إن شاء الله مع سموحها في دور 16 لكاس مصر تعرف طبعا دايما مبروات الكاس ممكن تشهد مفاجئات حتى شونا الترسانة قدامي الآه لعمل موتش وجيم هايل تتوقع المباراة سيناريو عامل إزاي لا زمالك في كاس مصر أكيد هينافذ بخورة إن هو زمالك لعب السندي في حوالي 5 بطولات خد بطولتين خد بطولة كاس سوبر أفريقيا وخد بطولة السوبر المصري وخسر الدوري العام وهيشحب كله هو إن هو يفوز بكاس مصر طبعا طبعا طبورات الكاس هيبزم في وجود طبعا مدير فني أجناب جديد مستفا تشيكو فأعتقد إنه يبقى فيه تركيز بشكل كبير جدا على طولة كاس مصر إنه تبقى تالت بطولة سبنادي وتمنى إن الأداء يبقى فيه هدوء أكرة فيه تركيز عالي فيه حرص من المفاجآت اللي ممكن نادذ ملك يتفاجئ بيها أو فرق كبيرة بتتفاجئ بيها خلينا نتفق إنه نادذ موحنالي كبير واسم كبير وماتش مش يبقى ساب إنما إن شاء الله بإذن الله قادر ببعاية نادذ مالك إنهم ما يقدروا كابتن طارق أهل حضرتك مع عودة باتشيك ولكلاطة الزمالك خلينا مرحلة مقبلة خصوصا إنه هو داخل على مباراة مصرية في دور الأبطال مع الرجاء طبعا يبص إحنا كل المساندة الفترة دي سواء أتفق أو لا أتفق يعني أكيد نادذ مالك خلاص الراجل بقى مدير فني نادذ مالك هو المسؤول دلوقتي عن الإدارة الفنية لبعاية نادذ مالك فكل الدعم ليه في الفترة القادمة وإن شاء الله بإذن الله يوفق مع مع النادي ووفق مع الفرق إن شاء الله بإذن الله إنه يقدر يحصل على طولة إفريقا ودي الأهم بالنسبة لكمه نادذ مالك ودي النقطة الفارقة بالنسبة للمؤمنة الزمالك إن شاء الله كابتل مصدر توقع إيه بالنسبة لأهل والزمالك في دور الأبطال يعني توقعاتك إيه خاصة بعد تغيير الأجازة فنية بص الماتشين يعني رايح جاي ماتشين صعبين جدا اللعب فرقتين كبار فرقة الوداد وفرقة الرجاء أعتقد أن التوقعات لها مش معاش فراتك خالص بالنسبة لي الزمالك بيعملوا دلوقتي من وجهة نظري الشخصية أحسن فريق فضل الأربعة أداء بطولات الفترة الأخيرة شكل مجموعة العيبة موجودة بيعتمد الكلام ده على نقطة مهمة جدا التركيز فيه ببقى نقطة مهمة جدا إزاي تعرف تستفاد من نجموعة العيبة الموجودة عندك وإزاي تعرف تطلع بنتيجة المباراة الأولانية خاصة إن عبارة ملعبك لنتيجة إيجابية بين يجبالك فأعتقد أن الخبرات الموجودة في العيبة نانت المالك الفترة الأخيرة المنشات الكبيرة اللي تلعبت من معيبة نانت المالك قدام الفرع الكبيرة بالجات أعتقد دي بترجع كافة نانت المالك في الفترة القادمة كابتن طارق أكيد حضرتك تابعة تصريح الكابتن حسام البدري عن مروان محسن ومصطفى محمد حضرتك تركيز التصريح ده إزاي خاصة إن أنا يعني بقول وده رأيي ووية نظري إن مصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين في مصر حاليا وخلال السنوات المقبلة طبعا نتمنى ربنا يحفظه كان تصريح غريب بصراحة فأنا يعني حضرتك تركيزه إزاي ورأيك إيه؟ هو مش أحد أفضل الفراو ده هو بيعتبر هو نمر واحد في مصر حاليا كان تصريح بالنسبة لي تصريح عليه علامات تفهم كبيرة جدا أنا مش متخيل إن مدير فني المتخب مصر بتكلم على العيب ممكن يعتمد عليه في الفترة القادمة بالشكل ده في ظل المستوى اللي بيقديه مستقى محمد سواء مع المتخب أوليبيا أو معالك ده أخذ هداف البطولة بفرقية مع سن 23 سنة منتخب أوليبي من هدافين فريت الزمالي من أحسن لعبها الموجودة في النادي حاليا من أحسن فراو ده الموجودة أنا كانش أحسن فريت موجود في مصر حاليا من سنه صغير جاي مستقبله ببير إنك تتكلم عليه بالشكل ده كمدير فني المتخب يعني إن شاء الله هتكون معانا بقى خلال الحلقة المقبلة وهنتكلم في موضوع كتيرة باستفادة بس أنا بأستأذنك عشان الوقت البرنامج انتهى معانا كانت نطارق سيد نجمي نادي الزمالي منتخب مصر بشكرك أستاذ فريدي الصباطي الناقض الرياضي كان عندين أحداث سخينة كتير عايزين يتكلم فيها لكن الوقت البرنامج انتهى بشكرك جدا عن الإصدافة النهاردة وبنفكر مشاهدينا بسؤال حلقة البرنامج من هو اللاعب الذي توجه بالقرى الزهبية في إفريقيا عام 83 مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان بإذن الله نتقي معكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله